السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معنا في قناة تربية الحسون الموضوع تاني اليوم مهم جدا يا جماع هذا الموضوع خاص كيفية زيادة صوت العصفور أو الحسون والكاناري بعد غيار الريش هذا الموضوع مهم جدا يا جماع هذا تسحقه بعد غيار الريش لازم لك تطلع في درجات صوت حسونك أو الكاناري تاعك استعدادا للتجهيز وهذا الموضوع أيضا يساعد في تجهيز وحمول حسون أو الكاناري أو أي عصفور الموضوع تاني هذا يا جماع كثير من الناس يسألوني في تعليقات على هذا الموضوع واليوم رح نجاوب عليه الموضوع هو هل الكاكاو بالعسل يؤذي الحسون أو الكاناري أو أي عصفور أو لا كينا ناس تقول لي لا لازم بلاكاجو لازم باللوس يا جماعة هذا كل تفلسيف كينا واحد يكتب لي موضوع كتاب لي كاكاو فيه نسبة كذا ومن هنا ومن هنا ومن هنا تقتل العصفور يا أخوي التفلسيف يتفرس في الحمار وحتى أصبح أصفار هنا هذه طريقة من اللي كنت صغير نعملها العصفورتين جاميمة لي فرق جاميمة لي حسون جاميمة لي عصفور حسنا يا ناس كينا نعطيك طريقة رهي مئة بالمئة صالح كيفية عملها؟ كما نقول له هنا ما تقتلش العصفورتين وما تؤذيش الزيادة تؤذي والنقصان لا تفعل شيء دكور اليوم رح نعطي لكم كيفية تحضير العسل بالكاكاو والذي تقدمه له العصفورتين لك تقدمه له مرة في الشهر ثم تغيير ريش مباشرة ثم تزيده في صوته وتزيده في حموه وتجهيزه دكور هنا جبت الكاكاو هاو باوحمي كل يوم هاو كاكاو هاو لكي أنا رأيكم تشوفوا دكور جبت كل واحد كيفية جبت عشرة حبات من الكاكاو ما تطحنش الكاكاو مباشرة تنقيهم نقي عشرة حبات ولا خمسة ولا ستة الكمية اللي تحبها انتا نقي الكاكاو وتطحنو تطحنو جيدا 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 باهم يكونش الحبات كبار حتى يصبح هكذا مثل الطحين دكور الآن نرجو للعسل كين واحد رح يقول لي عسل حر عسل أصلي او عسل مفبرك هاو عسل أصلي هاو عسل مفبرك دكور اللي يحب يضع العسل المفبرك يضع اللي يحب يضع العسل أصلي يضع المهم عسل العسل باهم نعملوه مع الخلطتين الكاكاو وش تطحنو هنا كما قلنا تنقي الكاكاو تطحنو جيدا حتى يصبح مثل الطحين ثم تجيب القودي تجيب القودي كما راكم تشوفوا وتفرغ فيه الكاكاو دقيقة تفرغ كمية مع طبرة لا تفرغ كاكاو كاما نصف فقط تضع نصف فقط في القودي صحيح نصف أو أقل من نصف بقليل ماذا تفرغ هنا كما يخبروني أو يخبرون العسل يأكل منه يلسق في الرجل وما بشيء صالح يتعرف كيفية تعمل الطريقة يتعرف كيفية تعمل الطريقة يتعرف كيفية تعمل هنا حددت نصف فقط حتى عملية التحديد حددنا نصف نصف من القودي كاكاو ثم نفرغ الوحدة ثم نجيب القودي ونجيب القودي في القودي ونفرغوها هنا ستعرف كيفية تعمل وما تفعله يا جماعة لا تكثر العسل مع الكاكاو ولا تضع العسل أقل من الكاكاو يجب أن تكون نصف نصف لا تكثر العسل هذا هو يتكثر العسل من الكاكاو هذا هو الذي يلسقه في الرجل لكننا لا تكثر ما نفعله كما سترون نضع الكمية بالكمية نضع قليلا ونخلط قليلا ونخلط قليلا ونخلط ديكور هنا ونزل نزل شائح نضع قليلا قليلا ونخلط ليس نضع كمية كبيرة ونبدأ نخلط كي يلسق لك في الملعقة تستعمل بيدك لأنها طريقة التقديم فقط قليل حتى تلقى الكاكاو تعجن مع العسل دقيقة تقدر أنك تستعملها بيدك أيضا حتى يصبح هكذا ملتسق والنقطة المهمة النقطة المهمة يلسق لك العسل في ريش العصفور هذه هي النقطة المهمة ماذا تفعلون يا جماعة تضع العسل المخلوط بالكاكاو هنا في القوتي تحاول أنك ترسموا بيدك و لا تمدهولوش مباشرة هذه هي الطريقة وعليه الحسنتيك يلسق لك العسل في الرش هذه ماذا تفعل لها؟ لا تضع في القفص تجعلها لمدة يوم كامل أو يومين كي تجي أنت تمس بصبعك هنا العسل مع الكاكاو تلقاه جمد كي تلقاه جمد تحط العصفور يأكل منه عادي ما يلسق له في الرش أيضا تزيد في حمو الحسونة أو الكاناري أو أي عصفور تزيد له في الصوت والعسل كما نعرف تقضي إذا كان عنده ميكروب ذخفة تنفس بحة الأمراض التنفس هي جراء البرد هذه الفوائق وهي ملاحة ياسر للحسونة أو الكاناري أو أي عصفور في زيادة صوته وملاحة ياسر حتى للبنية هذه جماعة أقسموا بالله كنت نعملها منذ الصغر نمدها للعصفور الجامعية توفالي أو لماذا وماذا تعرف كيف تستعملها؟ قلنا نصف تجعلها يبس من مدة يوم أو يومين نمدها للحسونة مرة في الشهر كل ثلاثة أيام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم جلال لا تنسوا تبرتجونا في فيديونا قوموا بالنشر في علاء أو ثاني طاق لكي يصلكم كل جديد